بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل على بركة الله كما وعدتكم نقوم بشرح ومراجعة النظريات نبدأ مع نظرية طالس وطالس العكسية إن شاء الله كما وعدتكم سوف يكون الشرح بسيط جدا إن شاء الله ومفهوم المطلوب فقط أن تركزوا معي الآن عند دراسة أي نظرية أي نظرية نظرية طالس فيتاورد أي نظرية كي تفهم النظرية ولا تكون حافظا يجب أن تفهم ثلاث أمور أو يجب أن تجيب عن ثلاث أسئلة ما هي الثلاث أسئلة هذه الثلاث أسئلة هي متى كيف ولماذا تقول يا أستاذ نحن درسنا نظرية طالس ولم نجيب عن هذه الثلاث أسئلة أقول لك نعم لكنك حافظ لنظرية طالس ولا استفاهم لها حتى تكون فاهم لنظرية طالس يجب أن تسأل نفسك أو تسأل الأستاذ أن يجيبك عن هذه الثلاث أسئلة وأي نظرية تدرسها بهذه الطريقة لن تنساها وسوف تفهمها ببساطة إن شاء الله دون أن أعطي نبدأ مباشرة أول سؤال معنا متى ماذا أقصد بماذا الآن تدرس نظرية طالس متى يمكننا تطبق نظرية طالس لأنك ليس في أي تمرين أو في أي شكل يشبه أشكال نظرية طالس نطبق نظرية طالس لا أكون فاهم متى أطبق نظرية طالس طبعا نطبق نظرية طالس إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطعان غير متوازيان دعنا من ذلك الكلام أو بوسع استقامة واحدة ودي وأفع استقامة واحدة وذلك الكلام دعنا منه المهم هنا أن يكون لدينا مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطعان غير متوازيان مستقيمان متوازيان وآخران غير متوازيان وهدان المتوازيان يتقطعان مع هدان غير متوازيان الآن عندما يكون لدينا مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطعا غير متوازيان يمكنني تطبيق نظري الطالس ما هي الأشكال التي تنتج إذا أتيت بمستقيمة متوازية يقطعهما قاطعا غير متوازية ينتج شكلين ما هم الشكلين هذا الشكل الأول لا تقول يا أستاذ هذه 3 أشكال هذا شكل فقط لماذا؟ لأننا قمنا بإدارة هذا الشكل نحو اليسار فأصبح هكذا قمنا بإدارة هذا الشكل نحو الأسفل فأصبح هكذا هذه ليست 3 أشكال هذا شكل واحد الآن إذا كان لدي أنشأت مستقيمان متوازيان يقطع مقطعان غير متوازيان أتحصل على شكلين هذا الشكل الأول وهذا هو الشكل الثاني لنظرية طالس هذا هو الشكل الثاني هذا أيضا هو نفس الشكل لا تقول أنه شكلين هذا الشكل عندما نديره نتحصل على هذا الشكل معناه في نظرية طالس لديك شكلين هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني هذه الأشكال هي فقط نديرها فقط نتحصل على هذه الأشكال وليس أشكال أخرى دينا نفس الشكل هذا فيما يخص ماتا الآن من اليوم فصاعدا ليس أنك طرى هذا الشكل أو طرى هذا الشكل تطبق نظري طيس لا تحفظ وإنما إفهم يجب أن يكون لدينا مستقيمان متوازيا يقطع مقطعا غير متوازيا انظر هنا كتبت لك دي أو يوازي بي سي لو لم أكتب لك دي أو يوازي بي سي لو لم أكتب لك التوازي يجب أن تبرهن أنهما متوازيان إذا لم أكتب لك ولم تستطع أن تبرهن أنهما متوازيان فلا يمكنك تطبيق نظري الطاليس أيضا هنا نفس الشكل كتبت لك تي أس يوازي إكس إجراج تي أس يوازي إكس إجراج إذا لم أكتب لك هذا يجب أن تبرهن أنهما متوازيان أو لا تستطيع تطبيق نظرية طالس هكذا يجب أن نفهم النظرية وليس نحفظ النظرية لا يمكنني تطبيق نظرية طالس إلا إذا كان لدي مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطعان غير متوازيان طبعا نقطة التقاطع لا تنتمي إلى المستقيمان المتوازيان هذه مفروغ منها هنا مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطعا غير متوازيان نقطة التقاطع ما بها لا تنتمي إلى المستقيمان المتوازيان هذا أول شيء وهو ضروري جدا تعلم أن تفهم النظريات وليس أن تحفظ النظريات لا أطبق نظرية طالس في أي تمرين أو في أي شكل أطبقها عندما يكون لدي التوازي إذا لم يكن لدي التوازي لا أستطيع أن أطبق نظرية طالس الآن بعد أن أجبت على هذا السؤال متى يمكن أن يطبق نظرية طالس الآن كيف نفرض أن الأستاذ أعطاني التوازي أستطعت أن أطبق نظرية طالس تحقق الشرط الأول الآن شرط تاني كيف أطبق نظرية طالس لا تقول يا أستاذ أطبق من الأعلى أو من الأسفل أو من اليمين أو من اليسار لا توجد هذا الكلام كله غير موجود من الأعلى أو من الأسفل كيف نطبق نظرية طالس نطبق نظرية طالس بتساوي تلت كصر في نظرية طالس لدينا الكسر الأول يساوي الكسر الثاني ويساوي الكسر الثالث الآن في نظرية طالس دائما يوجد حرف أو نقول رأس زاوية أو نقول نقطة نجدها أربع مرات دائما يوجد حرف تجده هنا واحد اثنان تلاتة أربع نجده أربع مرات من هو هذا الحرف هو الحرف الذي لا نجده في المستقيم المتوازيان متى هنا ماذا نقول نقول بي سي وزي دي أ ما هو الحرف الذي لا نجده في المستقيم المتوازيان أ إذن أ سوف يكون هنا وسوف يكون هنا وسوف يكون هنا وسوف يكون هنا في هذا الشكل الآن في هذا الشكل كما قلت لك لا تقول لا من اليمين لا من اليسار لا من الأعلى لا من الأسفل ماذا نقول؟ نقول أن الحرف الذي لا نجده في المستقيمًا المتوازين هو الذي نعمل به هنا T S يوازي X Y عفوين ما هو الحرف الذي لم نجده في المستقيم المتوازين؟ هو R إذن هنا R هنا R هنا A هنا R هكذا وبكل بساطة لا تحفظ الأشكال لا تقول في هذا الشكل أعمل من الأعلى وفي هذا الشكل من اليمن وفي هذا الشكل من الأسفل وفي هذا الشكل من المنتصف لا لا هنا سوف تختلط عليك الأمور نحن نطبق نظري الطالس كيف نطبق نظري الطالس نبدأ بالحرف الذي لا نجده في المستقيم المتوازين أو تستطيع أن تقول نبدأ في نقطة تقاطع المستقيمين المتقاطعين كما تريد الآن عندما أكتب A هنا الآن في هذا الشكل أبدأ بA في هذا الشكل A في هذا الشكل A انظروا أصبحت سهلة لا أقول هنا من الأعلى وهنا من الأسفل وهنا من اليمين وهنا من اليسار لا في كل الأشكال ما هو الحرف الأشكال مختلفة هذا الحرف A في الأعلى هذا في اليسار لكن لا يهمني الحرف الذي لا يوجد في المستقيم المتوازين وهو A ثم ماذا أقول يجب أن تختار إذا كان اخترت أن تبدأ بالقطعة الصغيرة على طول القطعة الصغيرة على طول القطعة الأكبر يجب أن تكمل هكذا مثلا أنا اخترت أن أبدأ بآسي آسي على آؤ انظروا هنا ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن الطول آسي أصغر من الطول آؤ إذن هنا في هذه الجهة لا أقول آدي على آبي لا هنا قلت الأصغر آسي على الأكبر آؤ هنا أيضا أقول الأصغر آبي على الأكبر آدي في الأخير نفس الشيء لا أقول آدي على سي بي قلنا نحن بدأنا بالأصغر على الأكبر ثم الأصغر على الأكبر ثم الأصغر على الأكبر ويساوي سي بي على آدي هكذا في جميع الأشكال إذا بدأت بالأصغر على الأكبر تكمل هكذا هنا مثلا ماذا نقول؟ آبي الأصغر على آدي الأكبر يساوي AC الأصغر على AE الأكبر ويساوي BC الأصغر على DO الأكبر لو قلت العكس قلت AE هنا مثلا قلت AE الأكبر على AC الأصغر كيف أقول هنا؟ أقول AD الأكبر على AB الأصغر كيف أقول هنا DO الأكبر على BC الأصغر وهكذا بسيطة جدا يعني إذا بدأت بالأصغر على الأكبر هنا بالأصغر على الأكبر هنا أصغر على الأكبر هنا الأصغر على الأكبر إذا بدأت هنا بالأكبر على الأصغر هنا بالأكبر على الأصغر هنا بالأكبر على الأصغر الآن نأتي إلى تطبيق نظري الطالس في هذا الشكل هنا يا إما الأصغر على الأكبر أو الأكبر على الأصغر هنا أعمل يا إما هنا أيضا تصلح من الأصغر إلى الأكبر لكن لو اختلت عليك الأمور وكانت الأطوال متقاربة كيف تعمل يا إما من المثلت الذي في الأعلى إلى المثلت الذي في الأسفل أو من المثلت الذي في الأسفل إلى المثلت الذي في الأعلى مثلا أنا قلت R-Y على R-S كيف أقول هنا انظروا بدأت بR-Y على R-S كيف أقول هنا R-X على R-T لماذا أقول R-X على R-T لأنني هنا في الأول الكسرة الأول بدأت بR-Y على R-S هنا في نظرية طالس الترتيب مهم جدا 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 بدأت بR-Y على R-S يجب أن أقول R-X على R-T R-X على R-T ثم ماذا أقول هنا R-Y على R-S يساوي R-X على R-T ماذا أقول Y-X على T-S Y-X على T-S قلنا الترتيب مهم جدا بدأت من هنا R-Y على R-S في الكسرة الثانية أبدأ من هنا من الأسفل R-X على R-T في الكسرة الثالث أبدأ من هنا من الأسفل Y-X على T-S لو بدأت من الأعلى لو قلت R-T على R-X في الكسر الأول بدأت من الأعلى في الكسر الثاني أبدأ من الأعلى R-S على R-Y وفي الكسر الثالث أيضا أبدأ من الأعلى T-S على Y-X معناها بدأت من الأعلى تكمل من الأعلى بدأت من الأسفل تكمل من الأسفل بدأت من الأصغر بدأت بالأصغر على الأكبر تكمل بالأصغر على الأكبر بدأت بالأكبر على الأصغر تكمل بالأكبر على الأصغر الترتيب مهم جدا جدا الآن نذهب إلى هذا الشكل قلنا هذا الشكل فيه متلت في الأعلى ومتلت في الأسفل وبالتالي أعمل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى لكن انظروا هذا الشكل لا يوجد فيه متلتا أحدهما في الأعلى وأحدهم في الأسفل يوجد متلت في اليمين ومتلت في اليسار معناها كيف أعمل يا إما من اليمين إلى اليسار يا إما من اليسار إلى اليمين مثال لدينا تلت كصور الكصر الأول الكصر الثاني الكصر الثالث قلنا نبدأ في الحرف الذي لا نجده في المستقيمات المتوازيان R نبدأ به R هنا R هنا R هنا R هنا دائما الحرف الذي لا أجده في المستقيمات المتوازيان أستعمله أربع مرات دائما قلنا هذا الشكل لا يجد فيه متلة في الأعلى وأسفل يجد يمين يسار معناه إما أبدأ باليامين أو باليسار متى أن أبدأ باليامين؟ ماذا أقول؟ أقول RS على RY انظروا في الكسر الأول بدأت باليامين ثم اليسار معناه في الكسر الثاني سوف أبدأ باليامين ثم اليسار أقول RT على RX وكذلك في الكسر الثالث أبدأ باليامين ثم اليسار الترتيب مهم جدا ST على XY بسيطة فقط ركزوا وإن لم تفهموا أعيدوا الفيديو حتى تفهموا الآن أنا بدأت من اليمين اليسار لو بدأت من اليسار إلى اليمين كيف أقول RX على RT الآن الكسر الأول بدأت من اليسار إلى اليمين في الكسر الثاني من اليسار إلى اليمين RY على RS ويساوي XY من اليسار على ST إلى اليامين هكذا في نظرية طالس أولا لا تستعمل نظرية طالس حتى يكون لديك التوازي قلنا ماتا حتى يكون لديك التوازي ليس فقط تجد أي تمرين تطبق نظرية طالس لا افهم ولا تحفظ حتى يكون لديك التوازي يكون لديك مستقيمان متوازيان يقطعه مقاطعا غير متوازيان ثم قلنا كيف نطبق نظرية طالس قلنا أول شيء نبدأ بالحرف الذي لا نجده في المستقيمان المتوازيان هذا الحرف هنا هذا الحرف هنا هذا أول شيء ثاني شيء قلنا كيف نعمل قلنا إذا كان الشكل يشبه هذا الشكل قلنا يا إما أخذ الطول الأصغر على الطول الأكبر أو الأكبر على الأصغر إذا كان هذا الشكل أعمل بالأصغر على الأكبر أو الأكبر إلى الأصغر إذا كان لدي هذا الشكل قلت كيف أعمل إذا كان متلت في الأعلى ومتلت في الأسفل أعمل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى إذا كان لديه متلت في اليمين ومتلت في اليسار أعمل من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين هذه الحالات بسيطة جدا قد ترونها صعبة لكنها بسيطة جدا الآن تحل التمارين تتعود عليها وتصبح الأمور سهلة جدا الآن تعلمنا متى وتعلمنا كيف الآن لماذا؟ لماذا؟ أي نظرية تدرسها؟ تعلم متى تطبق هذه النظرية وتعلم كيف تطبقها وتعلم لماذا؟ ليس أنا مثلا في امتحان شهد تعليم الطالس أقول لك أحسب مساحة مستطيل تقول لي أطبق نظرية طالس لا هذا غير معقول إذن أي درس تدرسه؟ تعلم لماذا درسنا هذا الدرس؟ لماذا درسنا نظرية طالس؟ هي لحساب الأطوال وفقط لا تستعمل نظرية طالس في أي درس آخر نظرية طالس كي نحسب الأطوال وفقط لا تستعمل لأي شيء آخر الآن أعطيك مثال حتى تفهم لدينا هنا مثال قال لنا إذنك شكل التالي أعطاني الشكل أعطاني الأطوال المهم أعطاني هذا الشكل الآن قال لي أحسب الطول أشأ أحسب الطول أشأ أعلم تستفهم هذا مجهور لماذا قال لي أحسب طول أشأ أعفوا قلت لك نظرية طالس تستعمل لحساب الأطوال وفقط ليس لديها استعمال آخر أنت في سنة ربعة نظرية طالس تستعملها لحساب الأطوال قال لي أحسب أشأ قلنا كيف نبدأ ليس مباشرة الميد يحفظ يبدأ مباشرة يطبق لا قلنا نحن نفهم وليس نحفظ قلنا أول شيء قبل أن أطبق نظرية طالس يجب أن يكون لدي مستقيمان متوازيان يقطع مقاطعا غير متوازيان أين هو التوازي هنا أين هو غير موجود معنى لا تطبق نظرية طالس أولا أتبت أنهما متوازيان كيف نتبت أنهما متوازيان درسنا في الثالثة مطوص المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان معنى أولا نتبت أنهما متوازيان أقول له أن هذا المستقيم أو أش عمودي على المستقيم دي جي انظر أو أش عمودي على دي جي ولدينا أيضا أف جي لدينا المستقيم أيضا أف جي عمودي على المستقيم دي جي انظر ماذا لدينا إذا لديك مستقيمان انظر مستقيمان أو أش وأف جي مستقيمة عموديان على نفس المستقيم انظر دي جي عموديان فهما متوازيان هذه قاعدة في الرياضيات المستقيمان العموديان على نفس المستقيم هما مستقيمان متوازيان إذن أو أش يوازي أف جي لأنهما عموديا على نفس المستقيم هكذا نفهم ولا نحفظ الآن بما أن لدي التوازي أستطيع أن أطبق نظرية طالس إذن حسب نظرية طالس نجد ماذا نجد؟ قلت لك بعد أن تجيب عن سؤال أول متى الآن كيف؟ كيف؟ قلنا نبدأ بالحرف الذي لا نجده في المستقيمان المتوازيان لدينا هنا جي أف يوازي آش أولم أجد دي إذن دي سوف أستعمله أربع مرات قلت لك هذا سابقا كيف أعمل؟ كما تريد الأصغر على الأكبر أو الأكبر على الأصغر كما تريد أنا مثلا أستعمل الأصغر على الأكبر دي أش على دي جي عفوا يساوي دي أو على دي أف ويساوي جي أف على أش أو أليس كذلك؟ لا خاطئ لماذا خاطئ؟ لأننا بدأنا بالأصغر على الأكبر الأصغر على الأكبر يجب أن نكمل هنا الأصغر على الأكبر لا نقول جي أف على أش أو وإنما أش أو على جي أف بكل بساطة ثم نعوذ كيف نعوذ؟ كيف نعوذ؟ نقول بالتعويض بالتعويض ننظر من بين هذه الأطوال أبدأ بدي أش هل أعطاني دي أش؟ أعطاني دي أش لماذا؟ لأن بما أن هذه أربعة وهذه إثنان فسوف تكون هذه إثنان طبعا الأطوال غير حقيقية أنا هنا فقط للشرح وفقط الأطوال غير حقيقية لدي دي أش يساوي إثنان معلومة على دي جي دي جي أربعة معلومة ماذا يساوي؟ يساوي دي أف على دي أف مجهولين مدام مجهولين لا أحتاجهما دي أف على دي أف ويساوي أش 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 أف هذا أحتاجه لأنه طلب مني حسابه على جي أف جي أف يساوي ثلاثة سنتيمتر بكل بساطة أطبق الرابع المتناسب كيف أطبق الرابع المتناسب؟ هكذا أش أساوي ثلاثة في إثنان على أربعة أش أساوي إثنان في ثلاثة أو ثلاثة في إثنان لا يهم على أربعة إذن أش أساوي ثلاثة في ثلاثة ستة على أربعة ويساوي واحد فاصل خمسة ثم تكتب الوحدة سنتيمتر أو لا يهم الوحدة التي أعطاك إياها هذا فقط مثال بسيط حتى تفهموا طبعا أكيد سوف نحل الكثير من التمارين إن شاء الله هذا فقط كان مثال بسيط للشرح سوف نكمل إن شاء الله نظرية طالس العكسية وفيتاغورت وفيتاغورت العكسية إن شاء الله نكمل النظريتان والنظريتان العكسيتان ثم نبدأ في حل التمارين إن شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته